سيدنا أنتم فيما سبق قلتم نحن نحن ندعو إلى حداثة وقلتم أن الحداثة ما هي شنو لا مختلفة عند القرب أنا الآن أعزائي في المقدمة أو أشير إلى هالنقبة وهي أنه أنا لست من من ينكر دور الدين في حياة الإنسان أنا معتقد أن من أهم من أهم عوامل بقاء الإنسان ورقي الإنسان وتكامل الإنسان هو ماذا العامل العامل الدين طبعا من حقك أن تسأل سيدنا إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا نجد الآن كثير من المجتمعات الدينية أو المرتبطة بالدين الإسلامي أو المجتمعات الإسلامية مولانة متقدمة لو متأخرة ها متأخرة متخلفة والمجتمعات التي نفضت يدها عن الدين كالغرب صارت ماذا ها متقدمة أليس هذا دليلا على أن الدين هو سبب التخلف الجواب كلا وألف كلا لما أشرنا إليه في الدرس السابق من أن المشكلة لم تكن في الدين وإنما المشكلة ماذا في القراءة التي قيلت عن الدين وإلا نفس هذا الدين الإسلامي لا أقل لا أقل ليس كثير هماتي أنا أنتم بعد النبي صلى الله عليه وآله وإلى عهد الخليفة الثالث يعني إيج قدر فرصة أعزائي لأنه بعد الخليفة الثالث عن الإمام أمير المؤمنين صارت بدأت حروب ماذا حروب داخلية الجمل وصفين وخوارج وإلى غير ذلك ولكنه إلى عهد الثالث الخليفة الثالث مولانة بعد رسول الله وإلى سنة ستة وثلاثين من الهجرة إيج قدر المسافة عزيز ها ربع قرر صحيح الله من معاجز الإسلام أنه استطاع في الربع قرن أن يسيطر على أغلب من ثلثي الإمبراطورية قائمة في عصر هل قد تكون هناك رؤية سلبية عن الفتوحات أنا لست من أولئك لست من أولئك الذين أرى أن هاي الفتوحات نعم لازمتها سلبيات أنا معكم ولكنه أساسا توسع الإسلام في ربع قرن إلى هذا بل أن الإسلام استطاع أن يهيئ ويؤسس لإمبراطورية لا فقط عسكرية بل فكرية وثقافية وحضارية صارت منشأ الإشعاع لمن؟ للغرب وللعالم مولانا وإنت أقرأ التاريخ الآن مو وقت أنه أقف في هذا المجال وبعد ذلك بدأت درجات الانحطاط في المجتمعات الإسلامية إذن القضية مرتبطة بالدين أو بالقراءة الدينية؟ بالقراءة الدينية إذن ما أدعو إليه جملة واحدة أننا نحتاج إلى مونفي الدين من حياة الناس وإنما نحتاج إلى قراءة جديدة للدين هذا أصل وهذه الحداثة التي أدعو إليه الحداثة التي أعتقدها مو أنه هسا أبين مو أنه بيني ومن نأتي بالغرب بحداثتهم ونطبقها وين؟ لا لا بد أن نقدم قراءة جديدة عن الدين تنسجم مع متبنياتنا وثقافتنا وعقيدتنا وقرآننا وديننا إلى آخر التفتولي جينا هنا أصول ثلاثة أو أربعة أشير إليها بنحو الإجمال حتى يتضح لأنه إن شاء الله في وقت آخر أبين إذا صار منها الأصل الأول أنا لست معتقدا أن الحداثة الغربية هي كونية صالحة لكل زمان والبكان ولكل شعوب الأرض بمختلف ثقافاته طبعا أنت الآن تقول لي سيدنا مو إحنا معتقدين بعالمية الإسلام كيف تقول؟ أقول ذاك بحث آخر أنا مو معتقد بعالمية الحضارة الغربية الغربية حتى الأصل الثاني إذن قابل الاستنساخ في مجتمعاتنا أو غير قابلة إذا قبلنا أن الحضارة والمدنية الغربية هي كونية إذن لابد ماذا أيضا في مجتمعاتنا؟ شا نزولها مولانا؟ نستنسخها ونطبقها مولانا وهذا ما دعا إليه بعض الحداثويين العرب والمسلمين مولانا وهو أنه لا طريق لنا إلا أن نكون ماذا؟ نسخة أخرى ممن؟ ها؟ من الغرب وهذا ما حدث في تركيا وهذا ما حدث في إيران وهذا ما حدث في مكانات أخرى وهو أنهم وجدوا أنهم تقدموا إذن قالوا لا طريق لنا إلا استنساخ التجربة أنا من أولئك الذين أقول أن لكل مجتمع ولكل أمة ثقافة ودين وفكر خاص ماذا؟ بها هذا من الأصل الثاني الأصل الثالث أن الحداثة ليست دفعية الوجود يعني كابسولة تبلعها بكرة صد مارا حداثوي وإنما هي تدريجية ولها صيرورة أريخية بحسب ثقافة تلك الأمة والقراءة التي قدمتها للدين في أمتها فلعلك تقدم قراءة عن الدين تكون سببا في تطور الأمة لو في تخلف الأمة في تخلفها إذن بالك وإياك لا بد أن تعرف العالم وما يجري في العالم حتى تقدم قراءة عن الدين تقدم الأمة لا ماذا؟ لا تؤخره ما أدري واضح صاحب؟ الأصل الرابع أن الحداثة التي أعتقد بها أنها قادرة على ذلك لها مرجعية لابد أن تكون لها مرجعية دينية قائمة على الوحي قائمة على الدين قائمة على ماذا؟ قائمة على الغيب مو أنها من انتاج من؟ انتاج البشر بس تقول لي سيدنا ما هي أدلة؟ أقول لا فقط هذه أصول ده أذكرها المقدمة الأصل الخامس وهو أن هذا الدين الذي أعتقد أنه قادر ترمو المسيحية ولا اليهودية ولا البوذية ولا الكونفينشيوسية وإنما هي ماذا؟ الإسلام إذن أنا سيدنا تعتقد بالحداثة؟ أقول نعم أعتقدها ولكن يا حداثة مولانا؟ القائمة على هذه الأسس والأصول الخمسة أولا أن الحضارة والمدنية الغربية ليست كونية ثانيا إذن لا يمكن استنساخها ثالثا ليست دفعية وإنما تدريجية وهذه قائمة على النظرية التي أنت تقولها عن الدين فتارة تكون قراءتك للدين سببا لتقدم الأمة وأخرى تكون قراءتك عن الدين سببا ماذا؟ في تأخر الأمة وهذا ما حدث في الإسلام في القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى كانت سببا لتقدم الأمة وبعد ذلك عندما وقعنا في منحدر الانحطاط صارت سببا ماذا؟ لتأخر وخامسا ورابعا أنها لابد أن تكون لها مرجعية دينية يعني ليس عقلا مستقلا عن الدين بل عقلا ماذا؟ يتنوروا بمعارف الدين وخامسا أن هذا الدين هو ماذا؟ طبعا هذه التي أقولها تقول لعننا من أستفيد من اليهودية؟ أقول لا 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 ليش من أستفيد مولانا؟ إذا وجدنا في المدنية الغربية ما ينفع قراءتنا ما يعيننا على تقدمنا لأنهم جربوها مولانا لماذا لا أستفيد منها؟ سواء على البعد الطبيعي أو على البعلوم الإنسانية وغيرها 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 وأخيرا مولانا أقول جملة واحدة التفتولي جيدا أقول جملة واحدة للأعزاء وهو أن الحداثة مولانا لها سمات ولها خصائص هس المراحل التي مرت بها الحداثة العربية والإسلامية لا الحداثة ماذا؟ الغربية لأنه الحداثة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية تقريبا عمرها قرنين مولانا قرنين مولانا يعني من أوائل القرن التاسع عشر مولانا وإحنا الآن دا نعيش أوائل القرن الواحد وعشرين عمرها تقريبا ايش قيت؟ ها؟ تقريبا مئتين سنة تقريبا مولانا وهذه مرت بمراحل متعددة هس الغرب مولانا ما هي مراحل الحداثة عدهم؟ والآن واصلين إلى ما بعد الحداثة ما هي خصائصهم؟ لا علاقة لأنه إحنا ما نريد نستنسق التجربة نستفيد منها ولكن ماذا؟ لا نستنسقها هذه مراحل الحداثة العربية والإسلامية مرت بمراحل ثلاث بنحو الإجمال وأنطيكم المصدر على بمراحل ثلاث وإحنا الآن نعيش المرحلة الثالثة من الحداثة العربية والإسلامية اللي بدأت تقريبا من أواصط القرن العشرين اللي إحنا الآن العقد الأولى والعقد الثاني من القرن ماذا؟ واحد وعشرين الأعزاء اللي يردون يطالعون أعزائي بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب من النهضة إلى الحداثة مركز دراسات الوحدة العربية العرب والحداثة الحلقة الثانية الدكتور عبد الإله بل قزيز أعزائي هناك في صفحة 12 مولانا هكذا يقول ثلاثة أجيال وثلاث موجات فكرية للحداثة شهدها الفكر العربي منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر حتى اليوم يعني حدود ماذا؟ حدود قرنين تناول الجزء الأول يقول إحنا بينا المرحلة الأولى وما هي خصائصها ومن هم روادها وزعمائها المرحلة الثانية وما هي خصائصها ومن هم روادها ونحن الآن نعيش المرحلة ماذا؟ الثالثة ما هي خصائصها ومن ومن هم ماذا روادها الآن أنا لا يهمني هذا الآن مو بحثي هذا ولكن يذكر أهم خصائص الموجة الثالثة للحداثة العربية الإسلامية بالأصول الخمسة اللي أعتقدها لا يتبادل لذينك أنا أقول حداثة مولانا من غير دين أو من غير الإسلام لا يروح بالك إلى ذاك يعني احفظ لي لا تقول لي سيدنا الحداثوي إذن أنت تابع لفلان أو فلان أو أبدا أبدا لعلي أتفق معه في فلان يعني على سبيل المثال جورج طرابيشي أيضا يعتقد بالحداثة ولكنه افترضوا يقبل بالمرجعية الإسلامية لولمرجعية المسيحية مولان مسيحية مالتا أو لا يعتقدوا بمرجعية دينية لتخلطون الأبحاث أعزائي يذكروا يقول سمات أربع تسم الموجة الثالثة من موجات الحداثة في الفكر العربي المعاصر منذ انطلقت في خمسينيات القرن العشرين الماضي أنا أريد أن أشير فقط إلى ماذا؟ إلى السمة واحدة من سماتها والذي هو منهجي حتى بيني وبين الله بعض هذه الكلمات والتعليقات من شأوها عدم العلم بالمنهج الذي أسير عليه؟ أثالثها التفتولي جيدا ثالثتها الشماء الثالثة علاقة نقدية علاقة نقدية بالمرجعين الثقافيين التراثي والغربي فأنا أعتقد أنقذ التراث مانا وأروح للغار أنقذك إلى ماذا؟ الموروثين والتراثين الغربي وال ها؟ الديني الموروث الديني أيضا تقول يعني ماذا تريد أن ت... لا 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 أريد أن أقول أقول من خلال هذه أنظر ما هي إيجابياتها أأخذها من الغرب ما هي الإيجابيات الموروث الديني أأخذه ومنه أشكل قراءة ما أدي واضح صار الآن المشروع الذي أسير عليه قال علاقة نقدية بالمرجعين الثقافيين التراثي والغرب الذين تستقي منهما هذه النقبة معرفتها وتضعهما في الوقت عينه موضع مساءلة ونقد ما كان جيل الحداث الثاني السابق زمنا أقل معرفة يقول واحدا من أهم خصائص الجيل الثاني للحداث العربية الإسلامية عموما ععدهم ثقافة بالتراث أو ما ععدهم ثقافة بالتراث لأنه هو مفترض أن التراث سبب التخله فراح بعد طالع أو لم يطالع هذا الواضح صار؟ والآن الخط التقليدي مانا أو الخط الكلاسيكي مانا مفترض أنه الغرب عندك مالات أو ما عندك مالات فإذا يطالعه أو لا يطالعه لا يطالعه وهذا هو سبب التخلف لأنه في النتيجة ذاك متقدم عليك شيئة أم أبي بل أكثر من ذلك مو لا تذهب فقط لمطالعة الغرب الآن لا تطالع أنت الفكر الإسلامي اللي هو غير شيئي الآن لو أسألك ما يميني وميني الله الآن الأفكار والأطروحات الإسلامية الموجودة عند أهل السنة ماذا تعرف عنها؟ يقول هذا كله ضلال خلوها كتب ضلال إذن إذا ما تطلع عليه تستطيع أن تتعايش معه أو لا تستطيع بها ها تستطيع أن تتفهمه أو لا تستطيع شي سألهم لأ ها تلغيب لي تقصي هسا إما إقصاء فكريا كما موجود في حوزاتنا العلمية وإما إقصاء جسديا كما يفعل الدواعج والنصف التصفية التصفية مو بالضرورة دائما التصفية جسدية بل بعض الأحيان التصفية ماذا؟ الفكرية هواي أشد ماذا من التصفية؟ الجسدية سبب الإقصاء ما هو؟ ما هو سبب الإقصاء؟ ما هو؟ والناس أعداء ما جاهل اطلع عليه وبعد ذلك قل لا أقبله أولاً ثانياً ثالثاً مو بلا اطلاع تقول ماذا؟ لا أقبله إذن شوفوا الآن إشكالاتي على المؤسسات الدينية سنية قبل الشيعة شيعية قبل السنة شنوه؟ بشكل عام أتكلم خلي ذيناك أمي أولاً أنها لا تريد أن تطلع على نتاج الإنساني فتقصي هذا النتاج من المعادلة اثنياً لا تريد أن تطلع على نتاج شنو؟ لا تريد أن تطلع كل مدرسة على ما يوجد عند الاتجاهات الإسلامية الأخرى الشيعة يطلعون على السنة أبداً السنة يطلعون على الشيعة أبداً مولان وهذا خلاف تلك القرون الثلاثة الأولى التي كان العصر الذهبي للإسلام الشيعي يدرس عند سنة سنية ميدرس عند ماذا؟ اقرأوا إلى العلامة اقرأوا مولاناً ولا يتهموا أحد إلا من أجان المنهج الأخباري اتهم بمجرد درس العلامة اتهموا هاي المرخلة هذا الاقصاء الثالث الاقصاء الرابع أنه داخل مدرسة الشيعة لابد أنه تدرس عند واحد يقرأ فلسة هو عرفان له ما تدرس عنده ما أدري واضحي ولا كما الآن بعد أنتوا أمامكم الفتاة ودى تطلع لا تروح الدفلان لا تروح الدفل وإقرأوا الفتاة وإقرأوا الفتاة هذا يكشف لك أفق هؤلاء المتكلمين واقعاً أنا مو فقط أشفق عليهم لابد أعطف على هؤلاء كما يعطف الكبير على الصغير ولكن كبير علمياً والصغير علمياً هذول الصغار علمياً بمعنى صغار شنو يعني أصلاً أفقاً مو مال هذا الزمان أفقاً مال يا زمان ها ما قبل التاريخ مو القرون الوسطى ما قبل التاريخ مع أن النصوص المعتبرة ماذا تقول العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس هذول بينك وبين الله اللي أفقهم هذا هذا عارف بزمانه اللي يقول بالك وين تدرس يقول أدرس على الدفلان يقول لا 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 هذا يدرس فلسفة لا ترحم هذا يدرس عرفان لا ترحم هذا يقول آراء جديدة لا ترحم ما أدري واضح إذن إحنا هاي المؤسسة التقليدية بشكل عام تعيشوا كم إقصاء مولان ها الإقصاء للموروث للتراث الإنساني الإقصاء للتراث الديني بشكل عام الإقصاء للتراث الإسلامي الإقصاء ماذا ها للمدارس أو الاتجاهات الموجودة داخل المدرسة الواحد بعد أنت خلي ذهنك وهذا جواب عن سؤال كل هاي المقدمة ذكرتها وإن طالت على الأعزاء على سؤال واحد وهو أنه سيدنا لماذا لا تدخلوا في حوار علمي مع ماذا مع هؤلاء بينكم وبين الله أنا اللي أريد أنفتح على التراث الإنساني والديني والإسلامي بمختلف اتجاهاته والشيعي بمختلف اتجاهاته عندما أجلس مع إنسان أفقه مغلق مواقع بهذه المرحلة توجد جسور مشتركة أو لا توجد فإذن بيني وبين الله بتعبير الحوار شي يصير مولان هذا ها حوار الطرشان مولانيز لو حوار بينه العميان مولانيز لأنه أصلاً ما يفهم أن إجداء أقول حتى هو يجيبني واقعاً أنا أفهم إجداء يقول واقعاً أنا أفهم إجداء يقول لأنه هو دا يعيش هذا الأفق هذا الأفق هذا أفق هذا هذا هو هو رائد هو معتقد أن هذا هو الصحيح ليش لأنه إلى الآن في كاتب أنه كتب الظلال لا تجوز مطالحتها ويعتقد مو كتب كانتو ديكارتو اسبوني هذا الظلال كتب منه كتب منه كتب مل صدره بشنه هي كتب ظلال وتتقدر تحكي ويا بعد لو ما تقدر أكون جسر مشترك لو لا يوجد لا يوجد ولهذا أنا من اليوم الأول قلت بأنه لا طريقة للحوار مع الآخر إلا أن نتفق على مشتركات مع ال